وكتوب خسري تقديم المجتمع العربي في إسرائيل ليصبح مقيماً أو لاجئاً أو مبعداً كما أنه انتهاك صارخ لمبادئ حقوق الإنسان واتفاقيات جينيف والقانون الدولي الإنساني وشددت الخارجية الفلسطينية على أنها ستتابع قضية جمع الشمل للعائلات الفلسطينية على المستويات كافة خاصة المنظمات والمجالس الأممية المختصة وفي مقدمتها مجلس حقوق الإنسان والمطالبة بكفي سيطرة الاحتلال على هذا الملف باعتباره حقاً قانونياً وإنسانياً وأخلاقياً وليس منة منه